موسيقى كان المكان كلية الطب في الجامعة الأردنية طالب يحاول ما يستطيع التركيز في محاضرة عنوانها علوم الجينات ثم وعلى حين غرة يطرح المحاضر أسئلة تفتح أبواب للتفكر في من نحن أسئلة لم تكن عن جيناتنا ولا عن المادة الوراثية التي تتحكم في لوننا أو حتى جمال عيوننا ربط يومها بين عدد المقالات المكتوبة على ويكيبيديا العربية ومن نحن ربط بين جودة المحتوى العلمي العربي واحترامنا لذاتنا لهويتنا مثلكم تماما لم نفهم العلاقة يومها وتساءلنا كثيرا وتلا ذلك نقاشات صاخبة وكنا فريقين فريق يقول بأن لا داعي لكل هذا الجدل العلوم تدرس بلغة العصر فقط لا غير وفريق آخر كان وما زال يؤمن بأن هذا العالم الاستهلاكي قد امتص كل ما فينا حتى ذواتنا في النهاية نحن طلبة جامعيون نحاول ما نستطيع تطوير مهاراتنا في اللغة الإنجليزية هذا هو سوق العمل وهذه متطلباته أذكر يومها زميلا قال جازما إن كل محاولات إحياء اللغة العربية هي محض مضيعة للوقت لم يرق ذلك للمحاضر فحسم النقاش داعيا للمهتمين للقائه نهاية الأسبوع في القاعة رقم 2 منذ تلك اللحظة وما تلاها من تجارب تعلمت وألاف الشباب العربي أن السؤال الذي لم نسأله يوما كان كيف نتعرف على هويتنا كيف نعبر عنها وكيف نحميها كانت دعوة للمهتمين بالمحتوى لنقاشه ونقاش أهميته وما يمكن فعله لتغيير واقعه الأليم الأليم نسيت أن أقول لكم ذلك الدكتور الذي خرج عن النص يومها الدكتور سعيد اسماعيل الجالس بيننا الدكتور سعيد اسماعيل كانت قد استفزته إحصائية مرت عليه قبل المحاضرة ذكرته بأن 11 مليون إنسان يعيشون في دولة إسكندنافية يكتبون ما هو أكبر وأجود مما نفعل نحن 450 مليون ناطق باللغة العربية اجتمعنا إذن وكنا قرابة العشرين في القاع يومها جمعنا ما يمكن من عنوين طبية غير موجودة على الشبكة العنكبوتية أو موجودة ولكن موجودة سيئة وأخذنا نتناقش في عدد المقالات التي يمكن إنجازها قلنا عشرين خمسين مية خمسمية ثم وبكثير من الخوف وقليل من الشجاعة قلنا فلتكن ألف ولأن تاريخ الانطلاقة لا ينسى كان السابع من تموز من العام 2015 تاريخ انطلاقة بالعربي في حينها لم يكن لدينا أي مصدر للتمويل فقمنا وبكل بساطة بطباعة كلمة بالعربي على القمصان وقمنا ببيعها للمتطوعين والمحبين ولأن النهايات الجميلة تستحق الذكر في ذلك اليوم وبعد كل ذلك التخوف وخلال ساعات قليلة انضم لنا أكثر من ألف ومائتين وخمسين متطوعا لإنتاج محتوى علميا عربي رصين يليق بالقارئ العربي كبرت بعدها عائلة بالعربي وكنا في كل خطوة نخطوها نحاول أن نقدم ما هو أجمل وأجود فأنتجنا آلاف المقالة الطبية حتى قيل لنا أن بعضها يضاهي بل ويفوق في جدته نظيراتها في اللغات الأجنبية توج ذلك البذل بأن توجنا بجائزة المبادرات الشبابية والإنسانية في الكويت في العام 2016 وتلاه افتتاحنا لموقعنا الإلكتروني الأول نافذة للتواصل بيننا والقارئ العربي ثم توسعنا فانضمت كليات الهندسة والعلوم والزراعة والحقوق الآداب وحتى الفنون كل كليات الجامعة الأردنية انضمت إلينا كان الطريق طويلا وتعلمنا فيه الكثير شخصيا تعلمت كيف أكون باء عصير برتقال بارع الفضل كله يعود لبازاراتنا الخيرية التي كانت سبيلنا الوحيد لتغطية نفقات فعالياتنا داخل وخارج الجامعة على كل لم أحتج لبيع العصير طويلا فبعد أن أثبتت بالعربي جدية ما تقدم تلقت ما تحتاج من دعم وتشجيع من المجتمع المحلي والمؤسسات الوطنية كان الشعار الذي نردده دائما في بالعربي أن الأفكار التي غيرت مجرى التاريخ كانت دائما ميتة حتى نفخ الشباب فيها روحا أحيت من بعدها أمة وكذلك كنا نرى بالعربي بالعربي وأعلم أنكم قد سمعتم ذلك مسبقا عن عديد من المشاريع لكنها لم تكن مجرد فريق تطوعي بالعربي كانت وما زالت عائلة ولإيماننا بأن اللغة هوية ولإدراكنا بذلك البعد لم تكن حدود الأقطار ولا سايكس وبيكو حاجزا أمام الدعوة وملبيها وصل صدى بالعربي إلى فلسطين وسوريا والعراق والكويت وصل إلى كل قطر عربي وصل صدانا إلى كل قلب ينبض بالعربية في كل مكان أذكر تماما ذلك اليوم الذي افتتحنا فيه فرعنا الأول في فلسطين فرعنا الأول في جامعة النجاح في نابلس تابعنا ذلك اليوم لحظة بلحظة عبر البث المباشر تأثرنا كثيرا تابعنا الجلال والجمال في بلادنا المحتلة تأثرنا أيضا بما قدمه فريقنا في دمشق في سوريا ذلك الفريق الذي كان يحتاجه رفع مقال واحد ساعات وساعات ومحاولات عديدة الإنترنت رفاهية يصعب الوصول إليها في ظل ما يعيشون ثم لم نتوقف عند المحتوى المكتوب أخذنا بدراسة أشكال المحتوى التي يمكن إنتاجها فكان المحتوى السمعي والبصري هو الهدف القادم فكان مشروع المقاطع المرئية مشروع يعتمد على سلسلتين سلسلة المقاطع الطبية وسلسلة البحث العلمي أما عن سلسلة المقاطع الطبية فكانت مجموعة أفلام قصيرة وكان لكل فيلم قصير بطل كبير كانت تلك الفكرة تحاول تقمص شخصية حقيقية تعيش والمرض تبدأ حقيقية ثم تتحول إلى كرتونية لتوصل المعلومة الطبية بسلاسة وبساطة إلى المتلقي العربي إحدى تلك الأفلام كان عنوانها ارتفاع ضغط الدم وكان البطل الكبير لتلك الحلقة والدي تعلمون لماذا؟ كانت تلك السلسلة تمثل العائلة العربية والمجتمع العربي واحتياجاته المعرفية في البعد الطبي فكان زميلنا على مقاعد الدراسة في كلية الطب بطل مقطع سرطان الدم كان أبطالنا متنوعين أطفالاً شباباً آباء وأمهات حتى وكانوا أجداد أما على الشق الآخر فكانت سلسلة البحث العلمي وفي هذا المشروع كان كل شيء له إشارة ودلالة كان اسم تلك السلسلة باحثون بيننا وفي ذلك إشارة وكان شعارها كن أنت الحل وفي ذلك أيضاً إشارة كانت رسالة واضحة من بالعربي رسالة جادة لكل شاب عربي مفادها أننا يجب أن نتجاوز عقدة الرجل الأبيض إن تكن الحلول فالحلول من بيننا ومنا لا من غيرنا يقول الدكتور همام غصيب أحد ضيوفنا في سلسلة باحثون بيننا أن الأحلام الكبيرة هي التي تبني الأوطان لا نتحرج منها ولا نتخاف منها إن لم نحققها يحققها جيل لاحق بعد كل ذلك وبعد أن كبرت عائلة بالعربي كنا بحاجة إلى بيت لكل عائلة بيت فكنا بحاجة إلى بيت فكان بيت بالعربي حاضنة غير ربحية مكانا نلجأ إليه نعمل فيه نكتب فيه ندرس فيه نتسامر فيه كان المكان الذي نقضي فيه جل وقتنا في اليوم كان المكان الذي أقمنا فيه فعالياتنا ولقينا فيه جمهورنا كان شعاره بيت بالعربي بيت للشباب المبدع ولم ينحصر بعد بيت بالعربي المحتوى الذي نعده بالمحتوى المقروء أو السمعي والبصري فتعدت بالعربي تلك المرحلة لتقيم أمسيات شعرية ندوات فكرية وحتى إلى رسم الجداريات أما عن أمسياتنا الشعرية فاسألوا مكتبة الجامعة الأردنية عنها أعادت أمسياتنا لبهو المكتبة رونقه من جديد نقلته من صمت الكتب والدراسة إلى ضجيج الحياة أما عن جدرانها فأصبحت من جديد قادرة أن تقص روايات حضارتنا العربية والإسلامية للماررين بها كانت في كل زاوية جدارية تقص ذلك مر على كل هذا قرابة عقد من الزمن كبرنا وكبرت بالعربي وتغير الكثير من حولنا جاءت كورونا تغير العالم أبيدت غزة وتخرجت مننا أفواج عديدة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ضحكنا كثيرا في تلك الرحلة وبكينا كثيرا اليوم يأتي جيل جديد لبالعربي يأتي جيل جديد ليقود المؤسسة ولكن بأحلام أكبر من أحلامنا اللغة العربية تناديك فلفي هدائها بالعربي لن أقول للصدفة ولكننا اليوم كبالعربي على منصة بالعربي إن دلي ذلك فيدل على طلاق الرؤى والأرضيات المشتركة إن دل ذلك فيدل على أن حدف الأسمى لنا جميعا هو أن نسترد هويتنا التي نعتز بها كما كانت اليوم أدعوكم للانضمام إلى رحلتنا رحلة بالعربي التي ستكون متعبة حين ولكني أضمن لكم أنها ستكون ممتعة أحيانا أكثر شكرا اجمل للعربي اشتركوا في القناة normalmente شكرا نعمة للعربي شكرا